يختلف العلماء لأسباب كثيرة منها ما يعود إلى الدليل ومنها ما يعود إلى المستدل اللي هو العالم يعني ومنها ما يعود إلى الواقع لو أننا أردنا أن ندلل لماذا يختلف العلماء مثلا بالنسبة للدليل قد لا يكون هناك دليل خاص في المسألة وهذا واقع يأتي أمر لا يكون فيه دليل خاص فالعلماء يعتمدون على الأدلة العامة وعلى القواعد العامة وهذه تختلف فيها الأفهام طالما لا يوجد دليل خاص في المسألة قد يأتي دليل لكن لا يقف عليه بعضهم ويقف عليه الدليل موجود بس هو ما اطلعش عنه وهذا موجود حتى في زمن الصحابة لو أردنا أن نضرب أمثلة من هذا هو المشهور جدا أن عمر رضي الله عنه لم يكن قد وقف على حديث الاستئذان استئذان ثلاثة إن أذن لك وإلا وإلا فرجع لم يكن سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام في الطعوم عمر رضي الله عنه والصحابة الذين كانوا معه لم يقفوا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا ظهر الطعوم بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها وإن لم تكونوا فيها فلا تدخلوها أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله عنه لم يسمع بأن النبي عليه الصلاة والسلام مورس الجدة فهذا موجود بين الصحابة لكن بين الصحابة يكون ما لم يصل إليهم يكونوا قليلا لكن بالنسبة لأهل الإلم فكل أحد يفوت عليه أشياء فقد يكون هناك دليل في المسألة وهو مخصف القديم أيها دلوقتي المسألة حتى الآن قد يفوتوا أيصر لكن أيضا قد يفوتوا لأن همته ليست عالية أنه يتحرك كل ما ورد في الباب وفي المسألة ويحقق المسألة فهو يأخذ فتوى من هنا وفتوى من هناك ويتكلموا به فقد يكون هناك دليل في المسألة ولم يقف على هذا الدليل وهذا من أيام الصحابة